بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة أولى ثانوي جذع مشترك إذن علوم تجربية مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات جني سؤال على التمرين رقم 75 صفحة 47 على الحصر إذن إليكم حل هذا التمرين يقول التمرين عين حصر لكل من محيط ومساحة قرص علما أن نصف قطره آر وحيث آر محصور بين 2.1 و2.2 وبي محصورة بين 3.14 عفون هنا 3.15 إذن نبدأ على بركة الله أولا لازم تعرفوا أول شيء القاعدة حساب محيط قرص نحن نعرف أن محيط قرص لسمي يساوي بي في 2 في آر أي بي في القطر إذن باش نحصر هذا المحيط وش راح ندير إذن علي أن نحن عدنا آر أولا عدنا حصر آر لمحصور بين 2.2 أو 2.1 نبدأ بالقيمة الصغرى ثم القيمة الكبرى إذن آر أصغر تماماً من 2.2 وأكبر تماماً من 2.1 إذن لكي نتحصل على 2 آر ما علي إلا نضرب المتبينة نتاعي في 2 إذن نقول نضرب المتبينة في العدد 2 إذن نعلم أن كي نضرب المتبينة في عدد موجب المتبينة نتاعي تحافظ على الرمز التاحة أو هذا يعني كي تكون أصغر تبقى أصغر إذن 2 نكتب 2 في 2 فاصل 1 أصغر تماماً من 2 في آر أصغر تماماً من 2.2 في 2 ثم ثم 2 آر إذن 2 في 2 فاصل 1 يخرج لي 4 فاصل 2 نتابع ثم بعد ذلك 2 آر أصغر تماماً من 2 في 2 فاصل 4 نتحصل على 4 فاصل 4 هذه كأول خطوة ثم عدنا بي محصول بين 3 3.15 أو 3.14 و3.15 كلها أعداد موجبة إذن ما رح نقول نقول نضرب طرف لطرف إذن كي نضرب طرف لطرف نتحصل على 4.2 في 3.14 أقل تماماً أعداد موجبة إذن نحافظ على الرمز أصغر أو يساوي ما يتبدلش إذن 2 أو بي في 2 آل الصغر تماماً من 4.4 في 3.15 ثم بعد ذلك نعلم أن بي في 2 آل ما هي إلا الموحد هنا هنا كي نضرب نستعمل الآلة الحاسبة إذن 4.2 في 3.14 واش تطيلي تطيلي 13 لحظوا معي 13 فاصل 100 نستعمل آلة الحاسبة 188 أصغر تماماً من بي وأصغر تماماً نستعمل مرة أخرى الحاسبة تخرج 13 فاصل 86 إذن منه تحصلنا على حصر المحيط إذن نقول المحيط محيط القرص محصور بين 13 188 سنتيمتر و13 186 سنتيمتر إذن نكتب الإجابة إذن كتبت محيط القرص محصور بين 13 188 سنتيمتر و13 186 سنتيمتر ثانياً نحسب حصر مساحة القرص. هنال مثل اس كتبنا لي تكون اس هي مساحة القرص. اذا اس بالقاعدة شحان تساوي. اذا قلنا اس تساوي مساحة القرص. كما نعلم حسب القاعدة ان المساحة القرص تساوي بي في ار مربح. ار هو نصف القطر. اذا احنا وش راح ندير لكي نحصر المساحة هذه وش راح ندير. احنا عندنا ار محصور بين 2.1 و 2.2. بما ان ار يعني محصور بين قيمتين او عددين موجبين. ار مربح راح يكون مربح لعددين هذه. يعني مربح 2.1 و مربح 2.2. اذا ار مربح محصور بين. لاحظوا معي. 2.1 الكل مربح. و 2.2 الكل مربح. وهذه وش يمجلي. اذا ار مربح تاعي. راح يكون محصور بالالة الحاسبة. راح تلقاوه 2.1 الكل مربح هو 4.41. اما 2.2 الكل مربح هو 4.4. ثم بعد ذلك احنا المساحة تساوي P في اي مربح. احنا عدنا P محصور بين 3.15 او نبدو دائما بالعدد الصغير. 3.14 و 3.15 اذا بضرب طرف لطرف اذا نقول نضرب طرف لطرف المتبينة. اذا نتحصل نجد ماذا نجد بضرب طرف لطرف. لاحظوا معي. 4.41. 4.41 في 3.14. اقل تماما من P في اير مربح. اقل تماما من 4.84 في 3.15. ثم بعد ذلك نتحصل ان P في اير مربح محصور. اذا بالالة لاحظوا معي الحاسيبه. 4. 41 في 3.14. نقوم بضرب بار 9.3.8 Ib. 4.84. و ا ذلك relation بضربت اربعة , 3.14 سوف نتحصل ان just how to the iOSeng kes Evet. 15. traffickers 15.2046 اخيرا لقينا ان المساحة محصورة بين هذه العددين اذا في الاخير نقول ان المساحة محصورة بين العددين نبدأ دائما بالعدد الصغير اذا اكتبنا الاجابة للسؤال الثاني وهي مساحة القرص محصورة بين العددين 12.8474 سنتيمتر مربع و 15.246 سنتيمتر مربع لماذا اكتبت سنتيمتر الوحدة لان في التمرين مذكور ان الوحدة هي السنتيمتر اذا في الاخير اتيت الى نهاية هذا التمرين اتمنى فقط انني وفقت في شرح هذا التمرين اذا في الاخير ما علي الا نقول لكم بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى الملتقى ان شاء الله